من جديد لا سلطة تعلو فوق سلطة الميليشيات ولا صوت فوق رصاصاتها عبر سياسة الاغتيالات وتكميم الافواه وعد الكاظمي عند تسلمه رئاسة الحكومة بعدم السماح بعودة الاغتيالات لكم يبدو هذا الوعد كبيرا على الحكومة واجهزته الامنية ظن الكثيرون ان عمليات القتل والخطف والترويع ستتوقف كيف ذلك؟ والمتهم الرئيسي بها حر طليق بل يتوفر له الدعم والغطاء من اجهزة الدولة هذا فضلا عن تمثيله في الحكومة في وسط بغداد بمنطقة زيونة قتل عناصر الميليشيات المحلل السياسية هشام الهاشمي قرب منزله ثم انسحبوا بكل هدوء فوجود مسلحين ملثمين في بغداد صار امرا مألوفا في الوقت الراهن ضجت الوكالات بالخبر استنكرت الحكومة الحادثة وفتحت تحقيقا كالمعتاد الا ان الكاظمي رفع النبرة قليلا فاعفى المسؤول عن امن المنطقة قائد الفرقة الاولى في الشرطة الاتحادية المسؤولة عن منطقة زيونة احدى مناطق عمل ميليشيا حزب الله اعفي من دون محاسبة وذلك في عرف القانون استهانة بالدماء وخطوة ضمن اطار الافلات من العقاب سواء للمدانين او المقصرين الهاشمي سبق ان اكد تعرضه لتهديدات قبل اسبوعين من اغتياله من قبل المسؤول الامني لميليشيا كتائب حزب الله ابو علي العسكري الذي دأب على تهديده حتى قال له حرفيا في اخر رسالة تهديد عبر الهاتف سوف اقتلك في منزلك فانفذ وعده رغم علمه بمعرفة الاجهزة الحكومية بتهديداته صحيفة نيويورك تايمز الامريكية قالت ان الهاشمي ابلغ المقربين منه قبل اسابيع من وفاته انه يخشى من الميليشيات المدعومة من ايران على حياته لم تسعفه النصائح بالفرار الى مدينة اربيل شمالي العراق فكانت يد الميليشيات اسرع مما اعتقد مقتل الهاشمي يندرج ضمن موجة اغتيالات وقتل كبيرة شاهدها العراق فنحو الف متظاهر وعشرات الصحفيين والنشطاء قتلوا بدم بارد وعلى مرأة القوات الحكومية وحتى اللحظة لم تحدد الجهة المسؤولة عن ذلك ما يكشف يوما بعد اخر ان مفهوم الدولة ابعد ما يكون عن وصف الحالة السائدة في العراق اشتركوا في القناة